اشتركوا في القناة وكل العائلات بالعالم كله يلي حامل اليوم هم هالجرسومة يلي شغلة كل الناس ويلي بلبنان وبغير لبنان ترك الناس بقلق ولكن برجاء لأنه نحن أبناء الرجاء وأبناء القيامة من هيك بدي عايد كل يلي بيحملوا اسم يوسف أو جوزاف أو جوزافين بدي عايدون ومنهم نخي يلي موجود بموريال بدي حايده كمان وبدأقول يامد يوسف حمي عائلتنا حمي لبنان حمي عائلة الام تي في ومع دخولي لستوديو كتير هيك نبأ هيك أليم هيك زعجني ولكن لأنه مثل ما عم بقول نحن أبناء الرجاء وأبناء القيامة أنا عرفت من شوي بوفاة اللواء جورج يوسف أمير هو صديق عائلته أنا بديت هوجه بالتعازي لابنه مدير عام الموارد المائية والكهربائية دكتور فادي أمير لدكتورة نيلة أمير عباد لدكتور جوزافة أمير لأستاذ كمال أمير وبدأي قلن لهم كعائلة يعني طبعا إن شاء الله بتكون نفسه بالسماء وبالتالي نحن برجع بقول لأبناء القيامة ومع حلقتنا لليوم نبلش بالمعلومة بمعلومتنا لليوم رح بلش بموضوع الاتصالات لأنه كثير من الناس كانوا عم بيسألوا عن هذا الموضوع وكان طلب عبر الاتصالات يلي وردت على الحل عنا وزارة الاتصالات أو وزير الاتصالات بيقول نظرا لظروف المتعلقة بفيروس كورونا تقرر تمديد مهلة الفواتير لشهر إضافة لمشتركي الخطوط الثابتة postpaid وأيضا الفا وتتش وكمان صار فيه تمديد لمهلة الصلاحية لشهر إضافة وبالتالي للخطوط الخلوية المسبقة للدفع البريبيت ألفا وتتش كمانا اليوم بمعلومتنا بحبقول أنه الدفاع المدني اليوم بتوجهات من المدير العام للدفاع المدني ريمو خطار طبعا الدفاع المدني رح يأذر كل البلديات في تعقيم بالديتا للحد من انتشار فيروس الكورونا وهي دا أكيد خبر مفرح وحلو كتير التعاون والتضاون بين والتضامن مع كل اللبنانيين خصوصا إن كان صليب أحمر يعطيهم العافل وإن كان دفاع مدني كمان يعطيهم ألف عافل من المسؤول؟ معي على الخط المحامية مايا جعارة وهي مستشارة لاتحاد أولياء الأهل في المدارس يعطيك العافل دكتور ألو أستاذي مايا يعطيك العافل سيد ريبيكا أولا رح بلش معك بموضوع التعليم عن بعض يلي بعض أنه في ثلاثة عامين صدرت عن معالي وزير التربية والتعليم العالي طارق المجزوب بموضوع التعليم عن بعض بما فيهم اللي عندهم شهادتين البروفي والثانوية العامة أولا نحن عم نردنا اتصالات من أهل بقولوا ما عندهم إمكانيات أنهم يتابعوا دروس على الإنترنت أو على التلفزيون ممكن ولكن على الإنترنت ما عندهم هني هالإمكانات شو موقفكم كاتحاد أولياء الأهل في المدارس الخاصة؟ صلحوا اتحاد هيئات لجين الأهل هيئات لجين الأهل تفضل هي فكرة التعليم عن بعض أكيد فكرة إيجابية بالمطلق لكن ما فينا نحكم عليها قبل ما تبلش الحكم عليها بده يصير بعد ما تخلص ومش قبل لأنه بدنا نشوف إذا الولاد قدروا يستفيدوا مننا إذا رح يقدروا يستوعبوا ويفهموا المواضيع والماتيرات يلي عم تنشرح لهم عن بعض وإذا رح تكون عن جد مغطاية كل المناطق وعم توصل لكل التلميذ وما تكون سبب لزياجة الهوة بين الولاد هلأ نحنا بسطنا أنه صدق أنه رح يفتحوا الانترنت قد تعملوا الفورت جي بباليش للجميع هيدا شي ممتاز بس نحنا ويجبيننا أنه نعطيها أكيد لهيد الفكرة كل الشانس أنه تنجح رغم أنه عندنا حذر كبير من أنه نتيجها ما تكون قد الأمال المحطوطة عليها بس إذا نزحت أكيد بتكون لمصلحة الولاد وبتكون حل عظيم للمستقبل في حال رجعنا بحاجة إلا يعني اللجوء إلا كا بلان بي كا بندميك بلان هيدا شي اللي كان المخترى تكون للحكومات السابقة الوزارة أحطته بس ما يعني ما حظنا أنه ما كان في شي معمول بهذا الخصوص لأنه إذا صار عندنا هيدا بلان بي خاصة أنه يعني حرب البشر مع الجيروس هي حرب دروس ونعرف شهي ممكن ترجع تصير بالسنوات المقبلة بقى أن نكون عندنا هيدا شي محضر وجهز هيدا شي كتير مليح يعني بس نحن أكيد نصني على تعامل معالي وزير التربية لجهة لجوءه إلى عدة وسائل وما اكتفقنا بوسيلة واحدة جاء في البست التليفزيوني عندك المناصات الإلكترونية يلي يصير فيها تفاعل أكتر يعني يصير فيها غير البست التليفزيوني يلي بس عم نطلق المعلومة على الحل وعندك التواصل عن الوسائل التقليدية الورائية وكذا وترك الخيار لمدراء المدارس يختاروا ما هو مناسب لحسب واقع حال كل مدرسة وقال أنه يمكن أكيد لكم بنزوم بين الكب يعني هيدا شي منقذ بالنسبة للشهادات يعني بتعرف في البروفي وفي الشهادة السنوية العامة يعني اليوم في كتير مدارس عطت خصصتهم أكتر من غيرهم حتى يكونوا جاهزين للامتحانات الرسمية لأنه ظاهر لهلأ ما في قرار بإلغاء إطلاقا يعني عندكم موقف كاتحاد لجان أهل أكيد نحن خليني أقول أنه سلامة أولادنا هي الأولوية بس سلمتهم تعني سلمتهم الجسدية ولكن أيضا النفسية يعني نحن كأهل الأحرص على استمرار العام الدراسي وعدم خسارة أولادنا سنة من حياتهم المدرسية نحن كأهل لدينا حرص كبير على المستوى التعليمي لأولادنا وعلى المستوى التعليمي بالبلد عامة وهذا هو السبب يلي عم ندفع الغالي والنفيذ تنعلم أولادنا بمدارس زاد جودي شو موقفكم هلا لا ما بقى عندي وقت بدي انتقل لشي تاني شو موقفكم نحن موقفنا أنه اليوم بالنسبة لموضوع التقديم أنا خاصة بدي أحكي عن البروفي نحن بالنسبة للبروفي صار التعطيل القصري هلأ بسبب كورونا غير التعطيل السرق أو بالسنة صار طويل والخوفنا نحن مددنا أنه يدفعوا تبعات أولادنا لكذا سنة لقدام بسبب اللاكين والنقص الكفاية شو الموقف بدي الموقف عارفين الوضع الموقف أنتم مع الغاءة مع استمرارة شو موقفكم نحن بالنسبة للبروفي من ليه أنه الأهمية الأولوية عندنا أنه كل المدرسة تحاول تكمل البروغرام بكافة الوسائل المتاحة لديها تا يقدر الولد يعني يطلع على السجود مرتاح أخذ مش مكسورة عليه بروغرام ما بيهمنا أنه يكون تحت ضغط هيدا الولد أنه هو بده يدرس تحت ضغط نفسي يرجع يعيد درس أول سنة يقدمهم البروفي البروفي ما أنا أولوية نهائية للسنة نحن بيهمنا يأخذوا كل الكيفيات اللي يجب أن يطلعوا على السجود بشكل أنه مش هلقدة مكيرات رائعة وضعتوا معالي الوزير بهذا القرار يعني أو بموقفتهم نحن بلغنا وزارة التربية بالموقف وهلأ بدنا نتابع الموضوع بس يعني بدي أقول أنه الولاد مزعوبين مضغوطين الإيميديتات تبعيتهم نحن خوفنا ما بدنا نضغطهم السيدة 100% مش هلأ وقت أنه ما في جايد لاين الولاد لآخر تكي مش عارفين حاله لا خلينا نقولهم أنتوا عليكم تخلصوا البروغرام بأي طريقة كان جربوا يفهموا شو بيئي لأنه كل المتلمين معاملوا فوقاتهم كثير منيح دكتور مايا المحامي مايا جعرى شكرا لإلك وسأنتقل أكيد إلى المتابعات بمتابعاتنا أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها وتحسسا منها بظروف الطارقة التي تمر بها البلاد والزيادة الحاجة لاستخدام الماء السليمة للمحافظة على صحة المواطنين ستعمد إلى زيادة ساعات التغذية على شبكات الرئيسية عن الاحتياط يلي زادت كميته نتيجة ارتفاع نسبة الهطولات في هاتين السنتين كما أنها ستتوقف في الوقت اللاهن عن جباية الاشتراكات وستمدد فترة تسديدة وسترعي حالياً ظروف المتخلفين عن الدفع يعني اليوم هيدا خبر أكتر مش بس مفرح خبر إنساني وخبر وطني بكمل بالنسبة للأعطال يلي طرأت نتيجة العاصفة الأخيرة والقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق فأعلنت ما يلي تواصل فرق طوارئ التاب على مؤسسة تسليح الأدرار الكبير اللي طرأت على خط أفقى الرئيسي واللي أدت إلى قطع المياه عن جرد ووسط منطقة جبيل وذلك وسط ظروف شديدة شديدة الصعوبة تتمثل بعمق المكان الذي تضرر فيه خط إمداد المياه في مجرى نهر إبراهيم حيث زحلت التربة وارتفع منسوب النهر بشكل كبير وأكدت مؤسسة مياه بيروت وشابة لبنان أن عملها وفي خضم المخاطر التي يفرضها انتشار فيروس كورونا ملتزمون إنجاز الإصلاحات لإعادة التغذية بهذه المادة الحيوية والضرورية للمشتركين في أسرع وقت ممكن كما تكرر دعوتها المشتركين لتفهم الظروف المذكورة حتى إنجاز الإصلاح العطل بشكل نهائي اثنين سوف يصار في الساعات الأربع والعشرين المقبلة إنجاز الأعطال التي طرأت على بئر نهر الموت الذي يغذي منطقة الرويسات الجديدة وبئر بددون الذي يغذي منطقة بددون ثلاثة تم إنجاز تصليح الأعطال التي طرأت على المحطات والشبكات الرئيسية حيث عادت التغذية بالمياه إلى منطقة بيروت إلى مدينة بيروت التي تتغذى من خزنات تلة الخياط وبرج أبو حيدر كما عادت التغذية لمناطق برج البراجني المتن الأوسط وساحل كسروات شكراً أكيد لكل اليوم يلي سهرانين حتى يأمنوا هالمادة الحيوية اللي هي أكيد المي وطبعاً أنا كثير تلاقات اتصالات اليوم بموضوع الكهرباء خصوصاً بموضوع فواتير الكهرباء لأنه الجابة اليوم فيه جوبيت عم بيروحوا عند الناس وياخدين معهم هالفواتير وبيصيروا بيحطوا قل بيلسقير وبيعطوا الفاتورة فالناس ما عم بتحب هالطريقة هايدي وعم بتقول ليش كمان هلا أصفة بما عملت نواسنة بيروت وشبل لبنان إيقاف الفواتير هلا لحين ما أكيد تنتظم الأمور أكتر ويغيب هالهلع هايدي والخوف من موضوع انتشار هالفيروس خصوصاً من ناحية اللمس وأكيد بيكونوا كتير مرتاحين إذا توقفت الفواتير هلأ حالياً بهذا الوقت بالزيد لأنه في كتير بدول العالم مش بس وقفوا لغيوة فنحنا إن شاء الله كمان بيكون في فكرة عند الدولة بهذا المجال منتابع متابعتنا كمان عبر الـ MTV مع اتصالاتكم على 04444444 بياخد أول اتصال لليوم ألو سواء الخير أهلاً معن برازي رئيس المجلس الوطني لرياتة العمال والابتكار أهلاً أستاذ معن أهلاً تفضل يعني أنا نقول العلماء الابتكار يعني أنتو عندكم مبادارات دايماً يعني طرفش أنت متابعتنا والـ MTV متابعتنا مية بالمية نحن بالحقيقة يعني أهمنا مش بس أن نكون جزء فاعل من المجتمع المدني بس أهمنا كمان نكون دعم مش بس للكتاع العام كمان للكتاع الخاص نعم إن شاء الله يتحول للتعليم التقني ويتتحول لإداراتنا ونعرف أنه فينا نخفف كثير من الهدر وكثير من الوقت على المبادارات اللي صلنا أكثر من سبع سنين عم نحكي فيها شو هي؟ شو أبرزة هلأ بهالمرحلة هيد استزمان؟ نحن 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 نكون دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نعم يللي هو عملنا ويبسايت خاص اسمه ماتش فرينار عم نجرب إنشيب شغل أو نوع من الجوب ديسكريبشن الستارتاب يللي عم يشتركوا هون لشركات الناشاة يللي عم يشتركوا هون حتى نخلي هؤلاء الشباب معلقين بوطنهم وعم يصل لهم الشغل اللي المفرودي يصل لهم وميهيت شو نعم الموبادرة الثانية الرئيسية اللي حنبلت من شاء الله بكرة الصبح ويبنارز ويب تيفي رح يكون على الويب سايد عنا الانسي آي ليبانون رح يكون من الساعة 8 عبكرة إلى الساعة 8 عشية في برامج دعم للكطاع العام وبرامج دعم للكطاع الخاص وبرامج مش بس كمان الترفيه ولكن الترفيه الترفيه وكمان برامج معنوي لأنه ترفي بهالوقت يعني مش بس ضروري نعرف أنه واحد شو أفروض يكون الصحر العصبية تبعه هذا العام ينحكي كتير اليوم عن دعم النفسي حتى للطلاب يعني كتوصا طلاب الشهادات وللناسة اللي معوضة تشتغل وتروح وتجي وقاعدة محصورة وخايفة على مستقبل كمان عملها صحيح المبادرة الرابعة أو الثالثة المبادرة الأساسية بالحقيقة هي الهوتلاين في اليوم واحد يتصل فينا اللي حيكون خطوطنا خط مفتوح يلي هو 24 على السبعة يلي هو رقمه 0-1 نعم 5-9 5-7 9-7 أوكي بداءا من الساعة كمية بعد السفر وبدي أشكر اليوم كل القيمين يلي وقفوا معنا لأنه بتعرف المجتمع المدني هو متطوعين أول شيء بدي أشكر ما لك يعقوب نحنا نحنا خلينا أستاذ معان نذكر برقم الطوارئ ورح نحطه على الشاشة اللي هو 0-1 5-9 5-7 7-7 بالنسبة لكل يلي يدعموا هالمشروع يعني فردا فردا منقلهم شكرا أكيد عندك شيء بعض تضيفه لأنه بدي يفوت على البريك أنا بدي أزيد بس بعد شغلتين أول شيء أنه نحنا كمان عم نتابع موضوع الدراسات يلي عم تطلع على الكورونا يعني عميها ويب سايت عم بيكون عم بيقدم الأخبار مش بس كأخبار ولكن عم يتحقق منا يعني كمعلومات إضافية عن تطور بكل ما يتعلق بالفيروس وأكتر من هيك عم نكون نحنا نوع من التواصل بين جميع يلي عم يعملوا دراسات على الموضوع مئة استشفيات عم نربطها اليوم حتى يقدروا يشوفوا شو النتائج اللي عم تطلع من بعدها وأخيرا لآخرا موبادرة أساسية يلي هي أن احنا بلاشنا نتنبأ بالأرقام يلي عم تطلع من هون لآخر الشهر وفي نقلك إن شاء الله توقعاتنا تكون غلط يعني نحنا نتمنى أنه قديش اللبناني اليوم بيأخد احتياطات وبيلزم البيت يعني عم نقولون بقوا ببيوتكم حتى نوفر على الجميع اليوم انتشار المرض أكثر ولبنان برجع بقولوا أنت أكيد تحكي بالعلم استاذ معان نحنا خمس ملايين ناس ما يمكن مش أتشارع بمدينة بالعالم وعننا كل الإمكانات إذا نحنا كان عندنا الإرادة والضمنة بحس وطني وحس إنساني أنا بدي أشكرك أستاذ معان برازي وبدي أفوت على البريك متابع الحلعان عبر الـ MTV وبالبريك اتصل فيه لأب عبدو أبو كاسي مدير في مركز كاتوليك للإعلام عم بقل للإنترنت أجيرو مقطوع بشرق صيدة من مبارح بالليل سنترالا بقى عم يتصلوا يعني حتى يبلغوا عن العطل ما حدا عم بيرد بتمنى على المعنيين بأجيرو يعني اليوم الدولة سرعت الإنترنت وصار فيه طلب أكتر على الإنترنت لأنه الناس ببيوتها وثلت رباع العالم عم تعمل أشغالها عبر الإنترنت بقى بتمنى على أجيرو إذا في حدا من المعنيين عم يسمعونا المطلوب تصليح الإنترنت لمقطوع بشرق صيدة من مبارح بالليل بيخدو من سنترال لبعة منتابع الحلعان عبر الـ MTV وبيخد اتصال ألو 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 أهلا مادام ربيكا تفضل أنا ناجم الحاج من عيس عادي إي أهلين فيكي في كتر خير الله أنه في الـ MTV تسمعني ما حتى سمعني شو عندك أستاذ ناجم أنا مريض بغسل كلا نعم عندي حساب بالبنك نعم بطلع لأجيب مصاري مرة فيه مرة ما فيه اليوم فوت لعند المدير قلت له معي رشيد أريد يجيب الدوا قال لي ما في مصاري قلت له لك بدي يجيب دواي اللي رايح أسهر اللي رايح مطرح نعم قال لي روح شكي علي بلعط على المغفر اللي أشتكي علي بلعط على المغفر مدام مدام ريبيكا بلعط على المغفر قلت له شو قال لي داني مدير البنك تبع السي سي بي جنرال برمينا هني المغفر بحده قال لي أنت فألتنا وقت لقطيت مصاري لك بعرف اليوم فيه أولويات والإنسان مش لازم ينزل بمصرياته خصوصا في كتير ناس واضعوا مصاري مش هيك تتقول معي مصاري لأنه لحاجتها يعني يوم بتخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود نعم ونحنا اليوم يعني فيه أولويات أكيد حضرتك الأولوية الصحة دايما يعني حتى بهذا الظرف بالذات هي الأولوية اليوم الصحة عند كل الناس عم نقول العالم عدي ببيوتك ما تجيب إلا الغلط ليش هنحميلها صحتها وحياتها لأنه الحياة أمانة هلأ أنا بتمنى على البنك اللي عم تحكي عنه المفروض يكون في استثناءات لأنه هاي استثناءات إنسانية وبدأي لك شغلي نجم في حال يعني ما قدرت أخطت مصاري من البنك اللي هو حقك ومصرياتك ياريتي ترك لنا رقم تليفونك وخلينا نشوف شو هي الأدوية الي أنت بحاجة لإلى هلأ إذا حدا بيقدر يأمن لك إيها أوكي وإذا بتحب تحط رقمك على الشاشة نساعدك أنا ما عندي مشكلة أبدا لأنه هيدا الوقت هو وقت التضامن الإنساني والوطني لازم نتضامن مع بعضنا بدي أقلك عسليم إن شاء الله وفي حال ما نحلت مشكلتك مع البنك بس إلي أقله شو هي الأدوية الي أنت بحاجة لإلى بلك منقدر نشوف حدا يأمن لك إيها أهلا وسهلا فيك كمان اتصال ألو ألو تفضلي يعطيك العافية مدام ريبيكا أهلا تفضلي معك مدامنا وقال من الشمال أهلا عندي هالسنة ولدين ولد بالترمينال وولد بالبروفيت نعم أنا بلدنا مش مجهز للتعليم أونلاين وأساس ذاتنا كمان مش مجهزين وحالتنا حالي يعني الولد ضغط نفسي ضغط معنوي ضغط مدام نوال من هيك أنا مع بداية الحل أحكيت مع المستشارة المستشارة الإنونية ويلي هي معهم لله لليجين الأهل حكينا بهذا الموضوع لأقلك شغلي أولا الأونلاين يعني صار هايدي طريقة كتير كتير صارت متبعة بالعالم في ناس ما فيها تفوت على الجامعة والصف بتاخد دروس على أونلاين وبيصير مع الشهدات وده كاترة مش هيدا الموضوع موضوعنا بلبنان إنه مش الكل عندهم قدرة يكون عندهم إنترنت ومتل ما عم بتقولي إذا ما سرعوا الإنترنت وإذا ما انتظمت الأمور أكيد في كتير طلاب ما رح يقدروا يتابعوا على الأونلاين هيدا الموضوع أوكي بقى من هيك نحنا عم نتمنى على وزير التربيه وعلى كل القيمين على التربيه اليوم ما بدنا نروح سنة خصوصا يلي عندهم شهدات بنحافظ على المستوى وبنر التعليم يوصل للجميع أهلا وصهلا فيك صورة اليوم نشوفها سوا طبعا في إطار حملة التوعية بهالظروف الدقيقة أطلقت نقابة الأطباء في لدنان شعار أنت مش وحدك لاتطمن أنه جميع الأطباء رح يكونوا وقفين إلى جانب المرضى ليعطوهم إرشاد أو تجيئ أو إجابة على استفساراتهم وتأمين الرعاية طبعا للجميع نلتقى بكرة عبر الحل عنا أم تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة